موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة الأوبزيرفر التي نشرت تحت عنوان مستشارا يدافع عن حق المسلمين البريطانيين بالقتال في سوريا جاء فيه كتب مارك تاونسند أنا مستشارا سابقا للحكومات البريطانية في معالجة التطرف دافع عن حق المسلمين البريطانيين بالسفر إلى سوريا والقتال وقال فاروق صديقي وهو المدير الإقليمي السابق لستراتيجية منع الإرهاب المثيرة للجدل إنه من المسموح للبريطانيين السيروا في تلك الطريق واستفروا إلى سوريا لمحاربة قوات الرئيس بشار الأسد وفي محادثة عبر موقع فيسبوك دافع صديقي 45 عاما عن حق الفرد في أن يسمى شهيدا إذا حمل السلاح ضد الأسد وتساءل عما إذا كان أولئك الذين قاتلوا ضد الرئيس السوري يجب أن يواجهوا الاعتقال لدى عودتهم إلى المملكة المتحدة ويرى مسؤولون كبار في الاستخبارات البريطانية في الجهاديين الذين يقاتلون حكومة الأسد تهديدا كبيرا لبريطانيا ويقدرون عدد المقاتلين الذين عادوا من سوريا بحوالي 300 مقاتل ويقدر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بحوالي 400 بريطاني عدد المقاتلين في صفوف جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش المتطرفة نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالة للدكتور وائل العجيب عنوان نظرة تحليلية في نفسية بشار الأسد جاء فيه يعتقد الباحث في علم النفس التحليلي مانفريد كيدو فري أنا الدافع للمرء لأنه أصبح قائدا هو الرغبة في التعويض عن حرمان عاطفي سابق كما يعتقد أن القائد الناجح هو الذي يتمتع بثلاث صفات رؤية واضحة ملهمة وتتلاقى مع أمال الجماهير وذكاء عاطفي يلهم الجماهير عبر التواصل معها وثقة بالذات تمكنه من التعامل الذكي مع الذين يؤمنون بقيادته لقد أظهرت بعض الدراسات أن كثير من الرجال الذين شغلوا مناصب قيادية مهمة مثل بيل كلينتون وجاك ويلش ووينستون تيرشيل كانت لديهم علاقة فاترة بأبائهم مخارنة بعلاقاتهم الجيدة مع أمهاتهم ويعتقد بعض الباحثين أن هؤلاء القادة قد طوروا مهاراتهم القيادية للتعويض عن دور الأب المفقود أو إزاحة أب من مكانه كرأس للعائلة توجد نظرية واحدة تفسر كيف يتحول شخص ما إلى طاغية ولكن يبدو أن هناك إجماع بين العلماء على أن الطغاء هم أشخاص معتلون نفسيا بسبب أثار السلبية للسلطة المطلقة التي تجعل صفات معينة كالنجسية والارتياب والسادية تخرج من حالة الكمون إلى حالة الممارسة الفعلية فمن وجهة نظر نفسية فإنه من الواضح أن الطاغية بشار الأسد ذكي ومخادع وذو عقلية شمولية تؤمن بنظرية كل شيء أو لا شيء في السياسة مما يعني أنه من غير المحتمل أن يقبل بعمليات نقل أو حتى مشاركة للسلطة ولو بشكل صوري مما يجعل أي مفاوضات معه مضيعة للوقت وهو شخص عصبي وانفعالي وقادر على المناورة والتفكير بالبدائل عند الضرورة ولكن عجرفته وولعه بالمعايير المثالية يدفع عنه لمحاولة تحقيق أهدافه بصرف نظر عن التكاليف معتقدا أن ما يره ويعتقده يستحق التضحية وأنه دائما أفضل حتى لو تسبب بمعاناة كبيرة للآخرين ونظرا لوجود خلل في تطوره العطفي فإن ردد فعله غالما ما تكون حادة وقاسية وشاذة عندما يشعر بضغوط عطفية تتطلب منه إبداء شيء من الندم أو الاعتراف بالخطأ أو التعاطف مع الضحايا وهذا ما بدى واضحا في ردوده على أسئلة باربرا والترز بخصوص حمز الخطيب وإبراهيم القاشوش إضافة لاعتباره جرائم أجهزة الأمن مجرد أخطاء يمكن تداركها وهذا دليل على خلل كبير في تركيبته النفسية والعاطفية والأخلاقية قد يكون مرتبطا بنشأته العائلية ونظرة الآخرين الدونية له كما يبدو هذا الخلل واضحا في عدم قدرته على التصرف بما يتناسب مع الحدث فهو يقاقه ويلقي النكات حين ينبغي له أن يكون جادا مثل خطابه البائس بعد أحداث درع الأولى وتنظره السخيف باجتماعات القمة العربية شخصية معتلة كهذه لا ينبغي أبدا لاستهانة بقدرتها على الصمود والاستمرار هذه القدرة تتعظم أثناء الأزمات أعتقد شخصيا أن بشار الأسد قد وصل إلى مرحلة متقدمة من الاعتلال النفسي في وقت أقصر نسبيا من الوقت الذي احتاج إليه طغاة آخرون كصدام حسين والعقيد وعمر القذافي وذلك بسبب اختلاف الصفات الشخصية وظروف نشأة العائلية لذلك فإنه يجب علينا كسوريين أن ندرك أن صراعنا مع هذا الطاقية هو صراع طويل ومكلف ولا يمكن الانتصار فيه إلا بإبداع آليات جديدة غير تقليدية للصمود والاستمرار وإعادة تنظيم المعارضة وتجديد أدواتها لضمان استثمار كل المواهب والطاقة وعدم الإصرار على تجربة نظرية سياسية ثبوت فشلانها وبطلانها مشاهدين الكرام نشرت صحيفة القدس العربي مقالا بعنوان نتنياهو يدعو إلى دعم الأردن أمام التهديد الجهادي قال فيه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مساء الأحد دعا الأسرة الدولية إلى دعم النظام الأردني أمام تهديد الإسلام المتطرف ودعم استقلال كردستان العراق وفي كلمة أمام معهد الدراسات حول الأمن القومي في تل أبيب قال نتنياهو يجب أن ندعم جهود الأسرة الدولية من أجل تعزيز الأردن ودعم تطلعات الأكراد بالاستقلال وأضف أن الأردن دولة مستقرة وعصرية مع جيش قوي تعرف كيف تدافع عن نفسها ولهذا السبب هي تستحق الدعم الدولي وأضف إن الأكراد هم شعب مقاتلا وعصري على الصعيد السياسي ولهم الحق في استقلال سياسي وأعرم نتنياهو عن قلقه حين الموجة القوية للدولة الإسلامية في العراق والشام داعش التي قد تتحول إلى الأردن في وقت قريب وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يتخوفون من إمكانية زعزعة النظام الأردني في حال تسلل مقاتلي داعش من العراق إلى الأردن وانطلق نتنياهو من هذا التهديد كي يبرر رفضه نشر قوات فلسطينية في وادي الأردن وقال يجب أن نفهم أنه في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين يجب أن تحافظ إسرائيل على السيطرة الأمنية في الأراضي التي تمتد حتى الأردن ولفترة طويلة جدا وأضاف من المستحيل الاتكال على قوات محلية فلسطينية مدربة من قبل غربيين لكي تقاوم الإسلاميين وكان يشير إلى خطة أمنية قدمها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نهاية الشهر الماضي حول وادي الأردن وتنص على تأهيل عناصر من الشرطة الفلسطينية لنشرهم في هذه المنطقة وكذلك إقامة مركز مراقبة مع معدات إلكترونية في حال السلام نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة السار التركية التي نشرت تحت عنوان إذا اختير أردغان لرئاسة الجمهورية فإن المخططات الإقليمية ستتغير جاء فيه في إطار تقييمه للسيناريوهات المتوقعة انتخابات الرئاسية التركية أكد رئيس حزب الوحدة الكبرى السابق يالجين توبجو أن كل القوى السياسية والإقليمية ستبدل ما بوسعها لجعل أردغان يتراجع عن ترشيح نفسه الانتخابات الرئاسية ويتابع توبجو القول إنه في حال فشلت جميع الجهود لثني أردغان عن الترشيح لرئاسة الجمهورية فإن كل المخططات المحلية ستتغير وفي سياق متصل تشير الصحيفة إلى أن مرشح المعارضة التوافقي لرئاسة الجمهورية أكمل الدين إحسان أغنو قد لا يعجب الكثير من القواعد الانتخابية بل تؤكد بعض المصادر أن اسم إحسان أغنو قد فرض على بعض الأحزاب السياسية يذكر أن رئيس الوزراء رجل طيب أردغان كان قد صرح في السابق أنه في حال ترشح للرئاسة فإنه لن يكتفي بمنصب فخري بل سيقوم باستخدام كل الصلاحيات التي يمنحها الدستور له نتابع مشاهدين الكرام مع وكالة أنباء الأنضول التي نشرت تحت عنوان البراميل المتفجرة تقضي على المظاهر الرمضانية في أسواق حلب جاء فيه تغيب الأجواء الرمضانية المعتادة عن مدينة حلب خاصة في الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة بسبب تعرضها للقصف بالبراميل المتفجرة من قبل الجيش السوري وتفتقد الأسواق في مناطق المعارضة للازدحام المعتاد في رمضان كما يعاني من بقي من الأهالي أزمة في توفير المستلزمات الأساسية في ظل إغلاق نحو 90% من المحال التجارية في تلك المناطق ورغم ذلك يمكن رؤية البطاطا والبطيخ والفواكه في الأسواق فيما تندر البقوليات وإن وجدت فسعرها مرتفع جدا وخلت بعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من سكانها تماما بسبب نزوح الأهالي جراء هجمات النظام المكثفة بينما يلاحظ بقاء بعض السكان في مناطق أخرى ممن فضل البقاء في منزله وأوضح الحاج أحمد أبو رضا صاحب إحدى محلات بيع الخضروات في حلب القديمة أن الأهالي لم يقوموا بالتسوق الرمضاني بسبب المرامل المتفجرة التي تلقيها طائرات النظام وتستهدف الأسواق أيضا مشيرا إلى ارتفاع الأسعار أكثر مع حلول رمضان وأوضح أبو رضا أنهم يبيعون الكيلوغرام من البطاطا بثلاث دولارات بينما البصل بدولارين مشيرا إلى أنهم يجذبون الخضار والفواكه وغيرها من المنتجات من المناطق الخاضعة للنظام الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعرها حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل إلى صحيفة ياني شفق التركية التي نشرت تحت عنوان أردغان نحن خدام الدعوة المباركة الأزلية الباقية للأبد جاء فيه قد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان نحن خدام دائم للدعوة المباركة التي جاءت من الأزل ومستمرة إلى الأبد لأننا كنا حارصين على الخدمة والعمل من أجلها بكل إخلاص قدر الله للمواقع والمناصب اللازمة ولن يخذلنا في تقديرها مستقبلا جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أردغان عاقب تناول إفطار أول أيام شهر رمضان الذي نظمته مؤسسة الوحدة التركية والتي أعرب خلالها عن سعادته لتناول أول إفطار في هذا الشهر مع مدير المؤسسة الوقفية وأضف أردغان قائلا أريد أن أخبركم أننا مجبرون عن الوقوف في وجه كل من يسعون لتمزيق أمتنا وأريد أن أخبركم أيضا أن تصدي لمثل هؤلاء فرض علينا فمن المؤسف أن هناك من يحاولون تمزيقنا وذكر أن رمضان هذا العام يصادف فترة عصيبة للغاية بالنسبة لإنسانية الجمعاء لكن مهما كانت صعوبات الحياة علينا أن نستقبل الشهر الكريم بكل سعادة ونعلق عليه أمانا عراضا ليزيح عن أمتنا ما تعانيه من آلم وذكر أردغان أن بعض الدول العربية والإسلامية تشهد خلال الفترة الحالية ظروفا صعبة للغاية مضيفا لذلك نحن نرى شهر رمضان هذا العام مهما للغاية لأن الصيام كما تعلمون هو في المقام الأول عبارة عن محاسبة الإنسان لذاته ومن خلاله يشعر الصائم بمدى الصعوبات التي يعانيها الفقراء والمعوزون الذين لا يجدون ما يسد رمقهم من مأكل ومشرب وتابع قائلا فعندما ننظر إلى الأوضاع في العراق وسوريا نرى أن الدولتين تمران بأصعب المراحل في تاريخهما مرحلة صعبة منفذ فيها البعض تفجيرات ويقتل أبرياء وهم يكبرون حتى أضحت البلاد بحيرات من الدماء وقوات أخرى تقصف المساجد وتهتمها على رؤوس عمارها ولفت إلى أن كل هذه المناظر كل هذا الخراب والدمار الذي حل ببعض الدول العربية جاء نتيجة تقاعس المسلمين عن محاسبة أنفسهم وتقييم كل ما يقومون به من أعمال فمن المؤسف أنهم لا يطرحون على أنفسهم أسهل الأسئلة وأبسطها وهؤلاء هم من يطفون شرعية على قتل بعضهم البعض وأفد أن هناك مظلومنا في مصر وسوريا والعراق وليبيا وأفغانستان والصومال وميانمار وعلقون علينا آمالا كبيرة وقد حملون مسؤولية كبيرة نحملها على عناقنا ونحن نؤكد لهم أننا ماضون بكل ثبات إلى مستقبل أفضل من أجلهم وقدم أردغان تهنئته للأمتين التركية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان مشيرا إلى أن رئاسة الشؤون التركية ستقوم كل هذا الشهر بتبني شعر لن يبقى أحد بدون أحد التي ستحاول من خلال احتضان كافة المحتاج مضيفا فكما تعلمون أن شهر رمضان هو الشهر المفضل لدى المساكين والفقراء والمعوزين نصر مشاهدين الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت جريدة عينب بلدي مقالا لعمر الدمشق بعنوان متى نلقى الأحبة؟ قال فيه نضحي الشباب السوري بالغالي والنفيس مهرا للحرية المنشودة ويعاني ويلات حرب لا ترحم مضى منها ثلاث سنوات من قصف وجوع وتنكيل وإذ لا تزال رحاها تدور لا يتضح متى تقف ولا يزال الشباب صابرا واحتسبا وصامدا بعزيمة بوجه ظلم مضاعف جور النظام والصمت العالمي قدم شبابنا أرواحهم رخيصة وهزروا لذائذ الدنيا وبهرجها من أجل الوطن ومن أجل مستضعفي فمنهم من كان نصيبهم الشهادة وآخرون الاعتقال وللبقية كان الاستمرار في حمل راية الثورة في أرجاء سوريا ويوما بعد يوم يضنيهم طول فراق الأهل والأصحاب الذين غيبهم النزوح أو الموت تاركا في حياة الشباب فراغا يتوسدون كل مساء ذكرياتهم المحببة في محاولة لسده وفي محاولة لرسم ابتسامة خجولة تسري في أرواحهم رمقا جديدا من الحياة وتنعش إنسانيتهم التي قست بقساوة الأيام يصف مروان الذي شق عن جيش الأسد قبل عام ونصف يصف مشاعره بكلمات بسيطة وعفوية كعفوية أشواقه كل ما أحلم به اليوم هو أن أنام في حضن أمي أن أقبل يديها وأن أصح على دفء صوتها كل ما أتمناه أن أرى والدي الذي لم يبخل علينا يوما بشيء والذي علمنا بكرمه الكرم أحن إلى لقيا إخوتي وإلى سهراتنا معا حتى الصباح ويحكي الشاب محمد عن معركته الخاصة قائلا تنهمر علينا قذائف الحنين من كل الاتجاهات ويصيبنا رصاص الأشواق ليل نهار بلا انقطع بينما تغير علينا ذكرتنا ببرامير ماضينا الجميل وعبثا نحاول كبح هذه المشاعر التي فاق تأثيرها أسلحة النظام القاتلة معظمنا سائم عدة دقائق والساعات في انتظار لحظة لقاء الأهل والأصدقاء ولسان حالنا يقول هرمنا من انتظار هذه اللحظة التاريخية متى نلقى الأحبة؟ سؤالا ولدته الحرب ولا يزال رهن الإجابة التي يتوق إليها الجميع لتحيي أرواحهم المتفحمة وتضخ بصيصا من أمل في قلوبهم المتكسرة فرح الحرب تدور وتفتت معها الأسرة السورية ولم يبقى أسرة إلا ومنها شهيد ومن تبقى من أفرادها شتت بين لاجئ ونازح ومحاصر وفي أجواء الحرب المدمرات للأرواح يأتي وقع هذه الضغوط مضاعفا على الثور منذرا بنتائج كارثية قد تصل إلى توليد وحوش ترتدي جلود البشر تفتك بما حولها دون مراعاة للقوانين ولحقوق الإنسان وللإنسانية قبل أي شيء إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم وقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة